السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيب اعملين ان شاء الله تكونوا في احسن صحة في احسن حال طبعا يا حبيب انتو شايفين اللي قدامكم ده شبسي مش جاهز الشبسي ده معمول في البيت والله بتكاته تفاصيل زي بتاعة الجاهز بالضبط شايفها اللونه شايفها الاطعمة اللي محتوطة عليه زي الجاهز بالضبط دي صراحة اطعمة انا بجيبها من الماركت يعني بتبقى اطعمة فكان متوجدة عندي الفراخ والشطة والجبنة زي ما انت شايفة انت بقى ممكن تجيب الاطعمة اللي انت بتفضليها وتعمليها نفس الخطوات اللي انا هعملها لك شايفة بص الاطعمة الجاهزة عليه زي زي اللي احنا بنجيبه بصدبط طبعا انا هوريك الفرق بينه والشبسي اللي عادي اللي احنا بنعمله في البيت او انت حضراتك بتعمليه هو ده ده الشبسي بصي برضو شكله طحفة وصفارة ونشافينه بس عيالي ما بيردوش يكله بيسبوه لانه عاملها بتكاته التفاصيل برضو بس عاوزين يجيبه بتاع ب بره يا ماما نفس احنا عاوزين القطعم عاوزين الطعم بتاعه انت مهما بتحطين عليه ملح وفلفل لأ احنا عاوزين الطعم والشكل بتاع بره بالزبط هما مش عاوزين الشكل اللي هو العادي القويض بتاعنا اللي احنا بنعمله شايفة انا قسرتولك ازاي بص النشافان بتاعه ناشف جدا بش عارف اقولك يعني بص المنظر طوب لان رغم ان اصلا البطاطس اللي متواجدة الايام دي في الاسواق مش قد كده في التحميل بس انا بالتفاصيل وحاجات اللي حطتها طلعت للنتيجة اللي قدامك الحل ودي وشايفة يا جماعة زي بتاع بره بالزبط الاطفال لازم يتضحك عليهم والله هم ما بينفعش معهم على كده اتحكي عليهم عشان يكلوا الاكل اللي بتعمليه في البيت انا قلتلك في قناتي مش هنجيب حاجة من بره هجيب لك اكلات المحلات والشارع بالتفاصيل والتكات الاصلية وكل حاجة زي ما انت شايفها احنا هوريك ازاي الطريقة دي استخدميها لأي نوع بطاطس تعمليها طريقة حلوة جدا بتطلع لك نتيجة مضمونة وحتى لو البطاطس مش كويسة بتطلع لك زي ما انت شايفها حلوة طبعا انا قدامي كمية من البطاطس انت بقى استخدمي الكمية المتاحة لك اعمل الخطوات زي ما هقولك وانت بقى زودي كطاري دي اطعمة زي ما انا قلتلك انا كتب عليها عشان خطر ما تلغبطش بنا لانها في ساعات اطعمة متشابهة اللي مختلفة بس شوية هي الشطة لكن تعتبر الجبنة والفراخ والريبين لبعض دي طبعا الاطعمة زي قلتلك انه توفرة عندي وعندي ملح وعندي خل وان شاء الله قلتلك المأدين وانا شغالة وبر ان شاء الله طبعا انا محضرك كمية الاصلانية دي حطها في مية عشان اللونها مايتغيرش وطبعا هوريك بها هقسم الاطعام ازاي يا جمع والله الموضوع سهل وبسيط جدا لازم نعمل لعياننا الحاجات دي عشان ما يكلوش حاجة من بره تاني انت شايفة الشيبس واضراره والمواد الحفظة اللي بتحط فيه ليه ما نعمل لعياننا حاجة بيضة يعني حاجة في البيت مضمونة وسهلة وبسيطة هي شوية بس تفاصيل بتعمل النتيجة اللي انت شايفها دي طبعا انا حضرت الثلاث بولات لان اللي هعمله هنا هعمله هنا هعمله هنا انا هباين لك اول بولو وانتي بقى اتابعي في الخطوات في البقى انا محضرة حوالي كبايتين مية يعني البولة دي فيها كبايتين مية كبار الكبايتين المية الكبار بياخدوا نص معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة خل ومعلقة الطعوم على فكرة الاطعام اللي انا جايبها دي اطعامة جايباها من ماركت يعني مكتوب اطعامة صحية مش جايباها من عضTERها لأي حاجة اننا بكاستانة طبعا انا نعمش اجيب لك الازايز عشان المركب بتاعتها انا بجيبها بفضيح عندي اشانا بجيب كم واحدة اه فطبعا زي ما انت شايف انتي الاطعمة اللي انا عندي دي اطعمة صحية طبعا زي ما انت شايفة حطيت دي معلقة معلقة صغيرة فحطيت معلقتين يعني كل كبايتين مية عليهم نص معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة خل وحط معلقة من الطعام اللي هي الاطعمة اللي عندك جرب يا جماعة الطريقة دي طحفة وسهلة جدا معكي المية المغلية دي تغنينا ان احنا ما نقليش البطاطس مرة واتنين دي طريقة الاصلية دي بتوفر عليكي اللي البطاطس تشرب الزيت عشان كده ما تطراش منك ونديك القرمشة يعتبر الخطوة دي نتيجة اللي انتي بتسلقيها او بتحمريها نص تحميلة لأ تجربت طريقة دي في اي نوع بطاطس هتديكي نتيجة بجد مبهرة طبعا بقليبها كويس جدا وهبدأ احط الاطعمة زي ما انا قلتلك معلقة صغيرة من كل نوع انتي بقى عاوزة تزودي الكمية زودي عاوزة تضعفي ضعفي انا قلتلك كوبايتين المية بياخدوا نص معلقة صغيرة ملح بياخدوا معلقة كبيرة خل بياخدوا معلقة صغيرة من الطعام اللي عندك عاوزة والله يعني انتي تحطي طعم اكتر وتبيني اكتر زودي مفيش مشكلة دي حاجة ترجعلك انا بديكي بس المقدار الصح وانتي بقى اتعملي عاوزة تزودي زودي يا جماعة والله يعني بص شوية تفاصيل بسيطة غيرت لون البطاطس مش عاوزة اقولك يا لنبهروا بيها ازاي هم الاطفال والله العزيم يتضحك عليهم ده خلاص بعد كده يا مام احنا مش هنشتري شيبسي من بره تاني وطبعا انتي لو عاوزة بقى في حاجات زي كده اللي هي الكاس او العيلة بالشيبسي اللي هي بتتقفل دي انتي ممكن بقى تجي بيها وتحطي لعيالك فيها الشيبسي ده ويغضون معهم في المدارس وفي النوادي احنا قلنا في قناتي مش هنشتري حاجة من بره احنا لازم ناكل عيالنا الايام دي اكل صحي ومضمون في البيت يا جميع بنضافة وكل حاجة وكل حاجة قدامك على الطبيعة طبعا هاخد كمية هقسم كمية اللي عندي دي على الكمية البولات اللي موجودة المهم لما تكون البطاطس تكون متغطية في الماء انا هحطها وبعدين هكمل عليها عشان قلت انا مش عارفة ممكن الموضوع يزيده طبعا انا روح تكملتها عشان عاوزة البطاطس تبقى مش باينة طفية انا عاوزة تبقى نزلة تحت عشان تتشرب من المواد الغذائية اللي انا حطتها او الالوان الغذائية اللي انا حطتها والحركة دي يا جماعة هتطر البطاطس جدا هتحسسها لك ان هي زي المسلوقة بس طبعا مش مسلوقة طبعا هسيبها حوالي نص ساعة لغاية ما المية تبرد اول ما المية تبرد وتدفع تبدأي بقى تشتغلي زي ما هوريكي بالضبط حضرت توصي استخدمي اي حاجة حضرتك بتقلي فيها المهم بيكون زي تغذير وواسع عشان احنا مش عاوزين البطاطس تنزل على بعضيها دي يا جماعة تكات وتفاصيل وحاجات بسيطة بتفرق جدا لازم البطاطسية تنزل بطاطسية بطاطسية عشان تمسك نفسها وتبزز زي بتاعت برة ما يبقوش لازقين على بعض الاطفال عاوزين يكلوا الحاجة زي بتاعت برة طبعا انت شايفة بنزل بطاطسية بطاطسية والطريقة دي كمان بتضمني ان انا اضمن ان اتنين ما يلزقوش على بعض ويتعجنوا لأ هي دي اللي انا بقولك على استخدامي الطريقة دي هي صراحة متعبة شوية بس مش مشكلة عشان خاطر عيالنا كل حاجة تهون بص يا جماعة انا مملتش التواصل انها حطة كمية تيرام الزيت بس لازم تكون البطاطسية كل واحدة وفيها غير مش لازقة في التانية زي بانت شايفة انا مش عاوزة حتى بقلب التقليد تاعتها عشان لو لقيت واحدة جات على واحدة ابعيدة عن بعضيها وافضل اقلب الحروف بتاعتها واخليها تشرب الزيت من كل النواحي ودلوقتي هتشوفي لونها اول ما تخش في السيو هتبقى عاملة ازاي نفس الشكل يا جماعة والله اطع برة مش عاوزة اقول لك بجد الاطفال يا جماعة لازم نعمل لهم حاجات صحية بلاش نجيب حاجات من برة انا قلتلك ان شاء الله هعمل لك كل حاجة في البيت شايفة شكل البطاطس شايفة لما احمرت عملت ازاي بص يا جماعة والله نفس اللون اللي احنا بنجيبه من برة مش هو ده اللون اللي تشتريه وعيالك بيجروا عليه ده انك انت مهما تجيبي هم عاوزينها الشكل ده وعاوزيني الاطعيمة تببين عليها زي ما بنجيبها في كيس الشبسي انا اوريت لك الفرق في اول الفيديو شكل البطاطسية العادية اللي بتعملها في البيت بتبقى بص هي صخنة لسه طالع من النار وانا امسكتها لك ووريتها لك هي ناشفة ازاي لان رغم ان البطاطس اول ما بتطلع ما تبقاش بالنشفاء دي بتبقى برد يعني تبطرية لكن انا فقدلت امسكها لك وهي صخنة عشان اوريك حتى لسه طالع من زي بصي بص القطمة بصي وشايفة عمت قطمت وشكلها عامل ازاي يعني كمان الى مقمة تسيبيها عشر دائق كمان انا حطيت الكمية كلها وطبعا بكون مجهزة طبق عليه منزيل عشان برضو لا فيه زيت ولا اي حاجة تتشربه جدا رغم ان انت شايفة ان هي ناشفة ما طلعتش اي حاجة هفضل بقى خلص الكمية كلها اللي عندي هصفيها من المية قبل ما خلص الكمية التانية عشان الموضوع يعني ما يترتش ولا يحصل اي حاجة لازم تصفيها كويس جدا من المية عشان ما تجي تحطيها في الزيت ما يحصلش حاجة شايفة اللون مسك فيها ازاي حركة الناع اللي انا عملتها دي مسكت اللون اكتر فيها وديتك النتيجة المضمونة الحلوة اللي انت شايفها انا زي ما انت شايفة بفضل استمر وقلب كده عشان اضمن ان ما فيش واحدة تيجي على واحدة ولا تيجي هطلعها بص شايفة لونها كل ما بتقضي يا جماعة تديك الشكل بتعبرة بالزبط شايفة بص الخربشة بصي وشايفة الزيت شايفة المنديل ما حصلش عليه حاجة ولا نزل عليه الزيت والله العظيم طريقة صحية ومفيدة ومش هتشرب منك زيت خرس اديكي شوفتي على انك اهو اني البتاء وطبعا لو الفيديوهات اللي بقدمها عجبتك ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان هعملك زي ما قلت اكلك اكلي من برة مش هخليكي تشتري لعيالك اي حاجة تاني من برة بكل التكات والتفاصيل اعملي لايك وفعل زر الجرس على الكل عشان نيوصل لك كل جديد في قناتي وديكي شايفة شكل الشبسي زي بتاع برة بالزبط بتفاصيله وفي تكاته وفي حركاته والسلام عليك ورحمة الله وبركاته شكرا